بعد إبراهيم المعروف يأتي الدور على محسن يجور المحترف بشغلغ والبلجيكي ليلتحق بفريق الوداد الرياضي لتتكرس بذلك فكرة عودة المحترفين المغاربة للعب ضمن الفرق الوطنية جنتقل ديال المحسن يجور انتقال عادي الفريق الوداد البيضاوي حيث أن فريق الوداد البيضاوي تقدم بوحدة الأرض لكاف المستوى والحمد لله درستم على أئلة ديالي وقتلنا بالعرض وسينت على عقد لمدة سناتين فريق الوداد تنتظره رهانات كبيرة جعلته مضطرا لجلب لاعبين متمرسين مثل المعروف ويجور هذا الأخير أكد أن طموحه كبير لإعلاء راية القلعة الحمراء في مختلف المنافسات سنة مقبلة إن شاء الله غير لعب بزرعة الوجيات فأني طموح لنفوز مع هذا الفريق بألقاب إن شاء الله هجرة معاكسة للمحترفين عنوانها الأول والأخير إعادة الانطلاق انطلاقة هؤلاء اللاعبين للإشعاع من جديد وانطلاق بطولة وطنية الكل ينتظر رؤيتها احترافية ترجمة نانسي قنقر